سين هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى العديد من النساء بغرض الزواج أم أن عليه أن ينظر إلى الأولى فإن لم يرغب فيها نظر إلى الثانية جيم النظر إلى المخطوبة إنما جاز للحاجة من السكن والاطمئنان وتطبيق السنة كما في حديث المغيرة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ولا يسوغ النظر إلى المرأة المخطوبة إلا بأربعة شروط الأول العزم على النكاح والثاني عدم الخلوة والثالث أمن الفتنة والرابع ألا يزيد على القدر المشروع وهو النظر إلى ما يظهر منها غالبا وهو ما تكشفه لأبيها وأخيها ونحوهما وبناء على ذلك فلا ينظر الرجل إلا إلى التي عزم على نكاحها فإن رضيها وإن لن تقل إلى غيرها والله أعلم